حكمة الله عز وجل في خلقه قسمان حكمة صورية وحكمة غائية فإيجاد الخلق على هذه الصورة حكمة والغاية منه حكمة وكذلك أيضا بالنسبة للأمور الشرعية إذن الحكمة تكون في الأمور الشرعية والأمور الكونية وكلاهما حكمة صورية وحكمة غائية فمثلا في الأمور الشرعية كون الصلاة على هذه الصفة قيام وقعود وركوع وسجود هذا حكمة الغاية منه هذه حكمة كون الله عز وجل خلق الإنسان على هذه الهيئة هذا حكمة الغاية منه حكمة إذن حكمة الله تعالى نوعان حكمة صورية وهي إيجاده للشيء على هذه الصفة وخلقه للشيء على هذه الصفة أو شرعه للشيء على هذه الصفة هذا حكمة تسمى حكمة صورية أي كون الشيء على هذا حكمة الغاية من هذا أيضا حكمة ويتسمى الحكمة الغائية